تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع شركة قناة السويس للاستزراع المائية يرافقه عدد من قيادات الهيئة والشركة لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة وأكد رئيس هيئة قناة السويس أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من المزارع السمكية وزيادة كميات الانتاج المستزرعة مشيرا لأن شركة قناة السويس للاستزراع المائية تستهدف وصولة إجمالية كميات الحصاد بعد انتهاء الموسم نهاية العام الجاري إلى 160 طن جنبري